انتوا ليه مش طهيقين وزير الثقافة من بعد تعديل الوزير خالص احنا النهاردة كنا فيه الحاح على فكرة المسألة مش مسألة شخص وزير الثقافة هي المسألة انه يعني فيه تاريخ لنظام فاكرة زي ما انا ما كنت اقولك تقوليه يقولي الدولة ما تقولش النظام لا دلوقتي النظام بقى يعني فيه نظام كامل بيحتقر الثقافة بيتعامل مع الثقافة لانها شيء دوني جدا ومنحق يحتقر الثقافة ده صحيح وانا رأي انه تعيين دكتور علاء عبعزيز هي رسالة اهانة للمثقفين رسالة اهانة لا تعني الا ذلك لانه لا هو اصلا كدر اخواني بمعنى ان احنا نقول ان فيه اخوانة انه مش كدر ده هو مجرد واحد ادى عربون كده محبة بمقالين في الحردية والعدالة فلا يمكن اعتباره كدر اخواني ولا يمكن اعتبارها اخواني لانه فيش اصلا اخواني للثقافة لان الاخواني ما عندهمش ثقافة اصلا فالموضوع ملوش علاقة بالحكاية دي هي ليه علاقة ليه بتعتبره اهنا ليه لما يختاروا حد ايا كان يعني اعتراضك ايا كان هي دي انك تختار اي حد وتعينه وزير الثقافة يعني من اول السادات لما يلاقي واحد يجيب له شوية فطير يعزم على شوية فطير فاعينه وزير الثقافة وزير الثقافة تاني كان لا يصافح النساء الدكتور هيكل ده وزير الثقافة تالت كان مش عارف جابه منين من روما ما حدش عارفه وعينه واثنين وعشرين سنة فعني عاز اقول انه دايما الدولة تتعامل مع الثقافة لانها شيء هين وشيء تافه وتوجه مثل هزير رسائل المثقفين بمعنى ان ده ما امكوا يعني فمع كل احترام الدكتور علاء مش هو الموضوع لانه هو مجرد مدرس في بعض السنة يعني مالش يعني حضار قناعتك استاذ مجدي انه دي مش مشكلة السلطة الحاكمة او الاخوة المسلمين بس ده طول عهد هي الدولة كلها بس طبعا الاخوة المسلمين زادوا عليها بقى ان هم بدأوا مراحل التفكيك النهائي بقى يعني مش موضوع رسائل احتقار او رسائل اهانة للمثقفين او ان المثقفين ارزال زي ما كان بيسمينها السادات لا ده دلوقتي بدأت تفكيك الوزارة الثقافة وتفكيك فكرة الثقافة والفن والابتاع تفكيك كامل ازاي اقولك ازاي يعني هي طبعا بدأت بوضوح بقبول الدكتور صابر عرب اللي هو قبل ده للوزارة انه اعتقد ان كان فيه سمة اتفاق دكتور صابر عرب كان ماسك قبل كده لهاي الله مصلى على نبي در الكتب يعني ده كمان مكان ثقافي رفيع يعني محلش 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 دون در الكتب الناس لما بتتغير مناصبها بتتغير قليات عملها وتتغير اهدفها يعني انا ساعتا كنت موظف في الدولة مش عارف تعرفي من انا كنت رئيس المركز القومي للسينما وكان عندي علاقة وطيدة بالدكتور صابر وطبعا كان عنده هو الاحساس نفس الاحساس اللي انا بقولولك ده ان وزارة الثقافة دي وزارها هم شيء يعني انا بكلمه على زيادة المزانية قال لي ازاي يعني في الظروف دي اقدر اطلبهم بزيادة المزانية قلت له ده الفلول بما فيهم من راجل وزير المالية السابق ده كان مد السينما 20 مليون دعم ودي خلت مجموعة كبيرة من الافلام المهمة ان قدر ندعمها وكده قال لا 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 ماقدرش اقولهم الكلام وعمل نفسه زعلان انه ما خدش دعم عشان المصرح القومي وعشان المسارح المنهارة كل ده كان هو بيتعامل معاها لانه شيء مش مهم وانا اعتقد عشان كده كان هم قاعدينه